32 من دوري أبطال أفريقيا فريرة بعد المباراة كان مستاء شوية من الفردية بحسب الألو لمصدر أو الألو لأعضاء الجهاز المعاون من الفردية اللي ظهر عليها مستوى أحمد سيد زيزو أنا مش فتقاش قوي أو شفت شوية فردية لكنها لم تكن مضرة بالعكس أنا شفت أن أحمد سيد زيزو كان من أهم لعيبة الزمارك مبارح باعتبار أنه هو الأكثر نشاطاً في وسط كمان مشاركة عدب من الصفقات الجديدة اللي لسه من دمجتش مع الفرقة بشكل كثيف لكن ده كان تعليق مستر جسوالدو فريرة وهو قدر بكل تأكيد نمى ده اللي حصل يعني ودي الملحوظة الفنية وطالب اللاعبين بيئة الجماعية في الأداء والمشاركة من أجل الفريق ككل في النهاية زيزو كان قد صنع هدف حسام عبد المجيد اللي فاز به الأبيض اللي أعلن النهاردة عن القميس الثالث صاحب اللون الأخضر شرتات الزمالك شكلها حلو شيك سواء الأبيض أو الأزرق اللي ظهر بيه في أفريقيا الأبيض كان ظهر بيه في مباراة كاسلوسيل قدام الهلال والنهاردة أعلن عن القميس الأخضر اللون الثالث لتيشرتات الزمالك وتعمده يعني كإدارة إنه هو ينزل إعلان الساعة 7 و11 ديئة 7 دي لها 19 و11 ديئة فيما يعني يشبه تاريخ تأسيس نادي الزمالك سنة 1911 عارة الزمالك أيضا سنائي شاب هو محمد حمدي لعب مركز قلب الدفاع ويوسف أيمن عبدالعزيز السنائي أعيرة إلى فريق السكة الحديد اللي بيقوده فنيا الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك السابق تعالوا نستعلم بعض المعلومات عن هذا السنائي قبل الانتقال إلى محور آخر من أحدثنا سنائي الزمالك الشاب ده هو محمد حمدي من مواليد 1 أكتوبر 2010 ألفين عفوا مش وعشر صغير أول أو عشر مواليد ألفين يعني عبنا لده من كام يوم كل سنة طيبة حمدي بيجيد اللعب في مركز قلب الدفاع شارك مع المقاونين العرب من 16 لعشرين انضم للزمالك في ديسمبر 2020 تصعد قبل كده للفريق الأول لعب حتى آخر مباراة في الدوري الموسم اللي خلص ده مباراة الشباب أمام استين كومباني اللي خسرها الزمالك وتصعد قبل كده مع كارتيرون هو قدى موسمة مع فريق مواليد 99 وفاز ببطولة الجمهورية أما يوسف أيمن عبدالعزيز فهو لعب خط وسط زي والده يعني 3 يوليو 2002 انضم للزمالك وعن 13 سنة فاز ببطولة الجمهورية مع فريق 2001 تصعد الفريق الأول أول مرة مع السربي السابق كمدرب للزمالك ميتشو بمناسبة الزمالك ألف مليون سلامة على الكابتن حسن يسري أسطورة حراسة أسطورة عفوا لعب كرة اليد في نادي الزمالك على مستوى اللعب وعلى مستوى التدريب النهاردة أجرى جراحة الفطاق فمليون سلامة عليك وربنا ربي رجعك بألف سلامة وتقوم كالعادة بطل وحش ودي صورة مع نجوم الزمالك أيضا الكابتن حسين زاكي والنجوم الزمالك برفقة الكابتن حسن يسري مليون سلامة عليك يا كابتن حسن يخرج مرة